او الحرب معي في الاعلام او في المحادي والنبي ابراهيم عسان انا خلاص ده الراجل بلغ الى حد الغرور والشخصنا وهو اللي حضيع محمد صلاح كل طلباته معقولة كل طلباته قانونية معدل الاتنين بوديجارد كل اللي كانت تكلم فيه موضوعيا صح لكن هذا يهدد التحاد ويطالبه بالاستقالة تمين تمين انت بتضغط على مصر عشان انت مدير اعمال صلاح اتحاد الكورزة كان يستخيل لاستقيل لاسباب اخرى مش انه اختصمك انت جاء تقوله رد علي يا تستقيل ايه الكلام الفارغ ده استاذ ابراهيم هذا بس هم اللي حضوا نفسهم في هذا الموقف انهم يوصلوا انه يخشوا في معركة مع شخص ده راجل مدير اعمال لاع بيحميه وبيحمي مصالحه في اطار مصالح اللاعب هو عنده كل الحق في اطار التعالي والتحدث مع الاتحاد المصري الذي اطالبه بالاستقالة انا انا لا اقبل ان يتحدث مع التحدب الذي بهذا الشكل ابدا انا جا كنت اطلب الاتحاد المصري بالاستقالة كنت هتطلبه ليه ما حدث في كأس العالم اسمك تانية ومش استقالة ان تيجت ان هو لازم يقول انا فاشل لانه خاض التجربة لم يؤديه على اكمل وجه مين بقى اللي مسؤول عناصر عنده انا شايف الدنيا ماشية زي ما هي في عناصر كانش في المنتخب في عناصر برا المنتخب في شركات في مش عارف ايه الكلام ده كله لم نصل فيه شيء لكن اتحاد الكرة لا ده اتحاد بلدنا محدش يتكلم معاه بالطريقة دي وبديك انظار والشعب معايا انت بتضغط على مصر بابناء انت مين انت لا مرفوض الكلام ده شوفوا وصلاح ايه وعيقع فيه براسة ناظرة يا صلاح انت من حقك حقوقك وهو من حقك شركة يقول لهم انا الكلام ده مش تردوا علي انت مش عايز منهم رد ده دي حقوقك نفزها انت عايز رد منه في ايه انت تيجي تقول لهم من فضلكم صلاح يوصل من الطيارة الى بيته امنا من غير مظاهرات حقك يلقى الرعاية والعناء حقك محدش ييجي قدام قطه ويخبط عليه مفيش تليفونات حقك لا امور طبعية لصلاح البيت اللعيبة ده مش صلاح بس ده كل اللعيبة طبعا حقك محدش يتصور معايا ولا يتكلم معايا اللي من خلالي اوتو جرافات حقك انما تكلم اتحد دولة دولة يا تسمع كلامي يا تستقيل يا تستقيل وانا بستاني ردك وانشوف حامل ايه هنتمين انت صحيح ومعنين تقول له ايه واذا كان شعب مصر يا خبل انت بتكلم شعب مصر انت انا قاسر شوفوا دي منتهى الجليطة اللي رد عليها اتحاد الكورة ببيان قال ما معناه انه هذه اللغة غير مرفوضة تابع غير مقبولة يعني غير مقبولة بالمرة قال الخطاب الموجه لرئيس الاتحاد لا يجوز باي حال من الاحوال للاعد يا جماعة محمد صلاح في نن العين اوي محمد صلاح غالي على مصر جدا هذا الصراحة يقضي على صلاح لكن معنى انه صلاح يسمح لان دراجل بيستغله يسمح لوكيله محامية يخاطب اتحاد بلده بهذه اللغة يتجاوز مع رئيس الاتحاد في هذه اللغة الالتحاد عبر في بيانه عن رفضه الشديد ليها لا محمد صلاح غالي جدا ولوه قيمته بس لو ما حافظناش على الاصول وعلى الضوابط نبقى بنهد المعبد على اللي فيه انا عارف اللاعب لاعب والمدرب مدرب والادار ادار اتحاد الكرة اتحاد الكرة عنده تأثير في جهات حزبه في لجنة اولمبية تسحب السقة منه في جمعية عمومية تنعقد وتسحب السقة منه عنده فساد ولا عنده تجاوزات في وزارة حزبه في رأي عام مصري يقدر يحزبه مش هيجي واحد اسمه مرامي مش عارف ايه هو اللي جاليط بكل هذه الجاليطة وهذا الاسفاف وهذا الامتزال مستخدم اسم محمد صلاح محمد صلاح غالي جدا بس كمان النظام والضوابط والاصول هي اللي هتخلينا نستفيد من محمد صلاح ونستفيد من رمضان أنا بس مش صعبان علي في الموضوع يا سيد إبراهيم غير محمد صلاح اللي حيت في اعتمل الفاتورة دي بيتضغط عليه من الطرفين بيتضغط عليه من الطرفين لكن فيه طرف لا يليق لا ونيتحدث مع اللي تعدى المصري بهذا الكلام ما تاخدش محمد صلاح سلاح تضربنا به وتقول الشعب الشعب اللي بيقعد يصوط له عشان يبقى صلاح في العالم يعمل بهذا الشكل لا لن يقبل هذا الشعب ومحمد صلاح مطالب ان يعتذر عن هذه اللغة اللي تحدث بها مش الحقوق حقوق خودها لكن محمد صلاح يقول ما كان ينبغى ان يتعدث بهذا هو اللي يعتذر خلاصتها تحاد الكرة هو الجهة الشرعية المحترمة اللي بتدير الكرة عندها تجاوزات عندها مخالفات عندها مشاكل عندها معوقات منختلف معهم في إطار الموضوعية في جهات تحاسبها مفيش لاعب محمد صلاح او غير محمد صلاح يوم ما هتسمحوا لمحمد صلاح يمشوا اتحاد الكرة مش هتبقى في مصر في كرة لمحمد صلاح ولا رمضان صبحي ولا اي لاعب كائن من كان ارجوكوا النظام نظام يوم ما تلاقوا في لاعب في النادي الاهلي وما تكلموش وشعب أسر ويشترط انه عشان يلعب يمشي مجلس الادارة ايه اللي بتززة تبقى الفوضى والسلام دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى مؤسسة رياضية تربوية ضبطة ومنضبطة ودام لكم الأهل دائما بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاسنين القادم ان شاء الله تسمعوا على خير الخميس القادم ان شاء الله